طب أنا عايز أخذ من الحتة دي أسأل محمد شفنا أداء تكتيكي فني مختلف بعد خمس أو عشر دقايق من بداية شوت الأول بعد تقريبا لما هولندا سجلت الهدف الأول ليها وتقريبا برضو كان فيه فرصة خطيرة جدا أنقذها مدافع الهولندي على خط المرمى بعدها لقينا أداء مختلف تماما إيه اللي حصل مدير الفني عمل إيه عشان يغير الأداء ده هو ما عملش حاجة لكن المنتخب الهولندي هو اللي عمل منتخب الهولندي هو اللي ساعده طبعا هو اللي ساعده ركل للدفع نوع عام غير كده المنتخب الانجليزي داخل المباراة وهو عنده نية للهجوم يعني هو قبل المباراة تسأل مين اللي هيكون معاك الكورة مين هيكون المستحوز المنتخب الانجليزي بمنتهى البساطة يعني بمنتهى البساطة المنتخب الانجليزي هو اللي يبقى مسك الكورة ده زاد مع تلقيه لهدف وهدف مبكر من بعدها المنتخب الانجليزي هو اللي بيهاجم المنتخب الهولندي اعتمد بقى على الخطوط المتقربة ما بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم ما اعتماد على هجمات عكسية حتى في الهدف الاول اللي احرزه المنتخب الهولندي كان اللي اعتماد على كورات طويلة كورة طولية من دونفريس لمنفز دي باي بيستغل ان الدفاع الانجليزي بيلعب بشكل متقدم نوعا ما او هاي براس فالكورة طلعت من جواهي لدكن الرايس طلق ببس الضغط العكسي واللي بيتمايز بين منتخب الهولندي طول مباريات البطولة فيه كذا نقطة كان بيتمايز بين منتخب الهولندي طول بطولة منهم الضغط العكسي السريع استرداد الكورة بشكل سريع ده اللي عمله سايمونز وكان عنده المساحة بسبب الارتباك اللي حصل بسبب فقدان الكورة عند المساحة رايح 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 لغاية ما اخدت النقطة اخدت القرار اللي انا اسدد فارتباك الدفاع الإنجليزي مع الغلطة اللي عملها داكلين رايس عملت كده بعد كده المنتخب الإنجليزي كمل عادي وبدأ يهاجم من ناحية المين وناحية الشمال النهاردة كان الكلام كله قبل مباراة أن الجابهة الشمالي الإنجليزية هتكون في خطر بسبب دون فريس ده ما حصلش لأن كان فيه تكتل ناحية الشمال من جود دالينجام من جواهي كمان بيجي يبقى حق صد مع تريبيير تريبيير عمل مباراة شوط بعتبره هو الأفضل في البطولة الغاية دلوقتي رايح جاي بيستلم بينزل مع مساندة من جود بالينجام ومساندة من جواهي وكمان جارس ساوث جيت ساب فودن يلعب بشكل حر يلعب بالعرض ناحية اليمين موجود ناحية الشمال موجود فبيسنت كمان مع تريبيير شوفنا أكتر من هجمة من ناحية الشمال للمنتخب الإنجليزي جي منها بقى ركلة الجزاء اللي اتحسبت لصالح هاري كين برضو تدخل من دون فريس الأهم بالنسبة للدفاع الإنجليزي أو بالنسبة للتساوث جيت إنه هو منع دون فريس من التقدم وده كانت دي كانت نقطة نقطة قوة كبيرة بالنسبة للمنتخب الهولندي منحها بالتكاتب الموجود ناحية الشمال في بلونس بيحصل أنا بلعب ناحية الشمال أنا عندي تريبيير بلعب على عدلة غير عدلته هو أصلا باك يمين أصلا في نيو كاسل فبسنت معها بجول بالينجام بسنت معها بقلب الدفاع الثالث علشان ما يحصلش أي هجوم عكسي يضر بالمنتخب الإنجليزي ودون فريس رجل باك بنزع هجومية غبارة طول عمره وعمل كل حاجة شط الأولاني وهو عمل كل حاجة يعني هو شط الأولاني منع هدف وخد انذار وتسبب رجل الجزائر وحط كرة في العرضة يعني هو عمل كل حاجة شط الأولاني بصباح حط كرة رأسية وعمل فعلا كل حاجة من ناحية الدفاعية الإيجابية والسلبية وبن ناحية الهجومية السلبية اللي أنا كانش فيه يعني شغل إيجابي أوه عظيم جدا ترجمة نانسي قنقر